اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صباح النور وعسلام ان شاء الله يربي تكونوا بألف خير ونعمل ناس لكم اليوم اللي بنات الفيديو اللي كميلة متاع الفيديو اللي هبطه لكم في الصباح الصباح كما شفت وطيبت معاكم نفطور ونظمت معاكم بارتي متاع البيوت متاع الولاد وكل كل وار ومسحنا البيبين ومسحنا الحيوت ومسحنا الدنيا لكل دخلت على الصالة قلت خليني هو تعب تعب خليني نتعب فرد نهار آآ باش نرتاح بقيت الجبعة خاطر كما شفتوا يعني جمعة كاملة جمعة هذي لكل تقريب عديتها في دارنا آآ هو كفرد نهار ونرتاح وصبتوا لحد كما قد لكم زادة في دارنا هكا عليش آآ تقلبت شوية للحكاية عندي بساسة كو نهار ونهار ومعنى كو نهار نعمل حاجة وكل صبحين عدها في حاجة يعني ما نعملش كل شي في في نفس النهار آآ كهو مثلش آآ جي هيكا مرة ساعتك تصادف مع بعض ونعمل مش مشكل آآ دجا لي متالي فات لكل مرتاحة من التغطية مرتاحة من الدار وكل يعني مثلش اليوم آآ تعب متاعك لي متالي فات أول حاجة ربنات خرجتك الزرابي نشارتهم في كشميسة دخلتني زرابي متاع البيوت والبيوت الكل وفرجتهم معناها خاطر كنت في الشك نعمل ما نعملش نخرجها ما نخرجيش بعد قلت هيا خليني خرجها خير ما اللي غضو تصيلي واحلة في الدار وننظم فيها وكل غضو نقوم تلقاها دنيا منظمة وشدة بلصدها وراكحة تقريب الوقت لهني مديساعة خطر هكم شفتوا لوليت قاعديني خضروا في رواحهم ما كملت طيبت لفطور وركحت البيوت كهو جيت المديساعة كملت مع المديه ثلاثة هيكش شو مديه ثلاثة هيكش كملت تقريب مع نصف نهارين في الصالة كملت مديساعة بعد الصالة اللي بنيت بشن للمة وراها ونمسحها وراها لقيتها ومضيفها كمترا وحمد الله مش كل مصخة برشا خط ليمت هديك الجمعتين هادوم الكل ما كنت سحرني برشا يعني عفل الصالة اما لي نضيفها على كيف كنت فكتركينا وكلكوان وكل شيء لا لا المرة هديه نضيفها في الدنيا الميتها ومساحتها احسن افار كنحيته الكوام الصالة مازال محطوط في البركون برشا قلتولي سيرين دخل البيت نومك اذا بدأت نرى فما منتصورش كن يجيني خطر الكوام الكوام هكاية راه كبيرة الصالة مهيش كما تشوفها في الفيديو عريضة معناها مجيتو المخدة ياسرة كبيرة عاملينها الصالة عريضة بش المخدة حتى كتبدا كككبيرا تبدا مرتاحة في قاعدتك منتصورش كنجم نحطها في بيت نومي منتصورش ومش هين علي اني نخليها لبرة والحق ما نصورش روحي بش ترجحها معناها الصالة الخضرة كيفاش كانت ريتو حدك ان شاء الله يا ربي سهل ونغلفها الصالة نخليها كما هي توي يعني على هيكة معناها الشكل متاحة هيكة صغيرة بش كوة ما نحبوش الكوة الجملة حسو يعطل حتى في المضافة يعطل هنشوف له حل اللي حصيره الكوش نحيت كذلك الزربية وخرجت الزرابة متاع البيت البانو ومش نعملت نظيفها لك ونعمل اللي حكا بها انا محلة نظيفة لحقيقة اللي بتلبانو هدي دي معلقة ايدي الاخرى لا الاخرى يمكن معلقة نعمل كن حكا بكجافيلك اليومية وكهو اما ساعات ما نمسحيش شكرا 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 وكملت لها حكا ومحلة ريحة جامل كتمت هيك تحك في بالحق اللي بنات كتمتها معينتكش في قرية ومعينتكش في الميناج حاول انها تشمل ريحة ريحة البرودويات وكل ادخل اول بلاس ادخلها مثل ما نو اعملها تنظيفة وكل رغوة وريحة ريحة انضافة تشوفوا قدش تعطيكم طاقة كنت نتحرك بصيفة بكري البيت البانو الاخرى شجعتني واني انها هيك ريحة جافيل وكل الفواح وكل مش فواح كل الغسيل شو اسمه زيتو حاصلوا ريحة وريحة ومحليها معنا هيك اعطتني اعطتني طاقة بش كملتها البيوت وتوجدها كيف كيف ريحة انضافة وريحة كبتل بانوك بش تتحك فيها وكل تشاجعك بش تكملها تنظف لدال لكل نفس الطريقة ماذا بير اني دال لكل صيقة هيني نعملها اعطي مانا نرجع مانا نتعجة الماء او التقص اصلا متاع الصيق عملت مسحة لك دريسينك بارشا قدوه سيرين راهو ما يحملش الجاكس ان شاء الله ناخوق البرودوين متاع اللوحة مانا نعرش يمشي مع الكلاتية هدية وقل لا لا اريد اعمل شوية الجاكس ونمسح يرجع يلمع كما تعرفوا يعني ديما في ممسان ولازم اكتراس متاعلي دين تقعد في اي بلاصة يعني اي خزانة اعملكم في المنتاج بدي ساعة بتاع الليل هكا عليش تحسوني وعرفت في المنتاج تزوز ويديو ويت تحسوا صوتي تاعة بشوية ملة مثل شتنشتوا معا يردوا بالكم تبخلوا نتصور الفيديو هضاي عبتلكم نهار السبت وحتى صباحة بتلكم فيديو نتصور برشا ناس يبديوا غلطين في المنتاج نهار سبت برغم اللي اني نخير حتى لو كان جيت نخدمه حتى لو كان جيت نخدم نحاول اني نقضي نهار الجمعة قبل هكا كلم نهتيني كنت نقرأ وما ترتاح سبتوا واحد كنت نجم مثل نهار اللي بش نرتاح فيه اني سبتوا لا احد نظف فيه الدار ونخرجها وكل كنت لا نستغل نهارس الجمعة نخرج فيه الدار مش هتسبت ولا حد معناه الواحد ما يعدهم مش في المنتاج ما نتصورش ما صارتش علينا حتى مرة ما اللي اني اخذت مسؤولية الدار وتنظيفها وكل قبل ما تخرجها نهار سبت ولا حد ديم نهار سبت ولا حد ذاك نهار راحة يعني ماذا بيكم اللي يتخدمه ويبدأ عندكم شوية وقت نهار جمعة ولا نهار خميس وكل دي ما معروفة نهار خميس وشمعة نعش تنصور فيما برشا هيكا يبدأ وعندهم وقت يعني وكل حاول نقص على روحك ما رجمتش نهار الجمعة نقص على روحك نهار سبت حتى لو كانت تبدأ من نوعية اللي تخدم الصباح نهار سبت العشية خاصة للميناج وهوك يقعد لك على الأقل على الأقل يقعد لك نهار لحد نهار فارغ على الأقل متعديش معناها جمعة كاملة تخدم وجينها لحد ولا سبت زادا كيف كيف تعديوا حداد متين ما نقصوا على روحكم في حكاية القضية قعدت نتذكر عليش اجبت الموضوع زي ذكرت اللي اني قلت لكم نتصور برشا ملكم اليوم الميناجم بتاعه حتى اللي تمت قاعدة في الدار وتمت عندها مسؤولية صغارها فكل هزين والجيبين هذيك وحده رو مسؤولية تولي نهار سبت تقضي فيه أما على الأقل هالحات خليه راحة ليكل صغارك تخرج فيه تقعد فيه في الدار تعمل قاعدة ما بعضكم حتى حتى في قناية لوليك نحاول دي ما كتبنا عندهم قناية نحاول بلي نقدر اني نقول لهم اقرأوهم قبل نهار سبت ولا نهار جمعة ولا حاجة باش باش في الأيام متى راحة ترتاحوا فيهم ساعة ياخذوا كلامي هوا كي يطوعوني ساعة كيتلهي ويلقافش يتلهي وما يقرأوش واني هذيك العمدبية نعمل كل شي هيك يعني نهار جمعة العشية نهار سبت باش اني نرتاح باش نكمل لبنات مسحة للبيت الفطور باش الفطور نضيفة كما تعرفوا ما نقعدوش فيها وكل شي هيك علاش لين نخرج لها زربيتها لا حتى شايفة كونش نخرجها كني بتاع حاجتي باب باش تشمس باش تبدأ الريحة آآ هيك كملت عملت دورة على الشبابك والشبابك انا عندي المحلة شبابك وبورت في نيتر وباب اكومرت عد آآ نمسحه بالجاكس اكاول ومناتش نكمل لنمسح الصالة نعمل المسحة بالمبلول وبعد نكمل آآ بعد نعود نمسح يعني بالشيح وبعد تكل البافيت من خديقة ومسحت وراه جيت نحط في آآ فكل آآ الفيوزة تشعلي خي تحرقتها لازم كي نحط البريز نحطه ديراكت معناها في الضو معاش حطيته هيك بشوية تحرقت هصيله في ساعة مدى تحرق واني بنحب نحب نعملها ديما كالضو الظو 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 الصفر نحسه هو خير متاع هيك شتي وكل اكثر نحب الظو الظو الصفر خير من اللبث في اللي شتي حسك بالدفع ولا كيفاش غزا كتبدا فيه ولا كي ما هيك يعني في بيوت ولا حاجة نحن أجب يزير فلصفر قصيره تحرق ، تكون جيد من حلاه كان هي من بده هذي كل حلاه هي من حلوش ضو الصالة أحلى قاعدتنا لكل ميت في الصالة الخضره هذي يمنو قاعدوش في الصالة البيجي اشتركوا في القناة مشكلة لتتعب نهار وغدوة نجم ترتاح فيه ما تعمل فيه حتى شيء وبطبيعة كل واحدة تمشي على حسب معناها صحتها وقوتها كل واحدة تمشي على حسب جهدة وعلى حسب قوتها جهدة وطاقتها ووقتها وصغارها وكل واحدة كيفيش فاما اللي تعمل كل شيء في نهار كما اللي عملت اليوم فاما اللي تقسم على نهارين وتقسم على ثلاثة بطبيعة كل واحد وكبر داره يعني داري ما هي شكل كبيرة برشا يعني اللي قلقني في داري اللي بريكن وتيرها صدوكم اللي قلقني دار البرانية دار الداخلانية ما تقلقنيش ساعتنا بدأ ننظم في الدار نبدأ مخي على الدار البرانية كما نيتا ونعم في الصالة ومخي في البركونة متاع الشارع نعمل وما نعمل وشو بعدها يقول خلينا نعمل ونرتاح لكم اكثر حاجاتي يقلقوني معناها اما كان جدارة كهو وهكا مثال عندي هيكا تيراس صغرون في الكوجينة هو كان نعمل فيه ستايل مية تمسح اما عرفت المية وين تمشي تلقى البركون وتلقى داخل بعض وكما البركون هذي ها اذا كان الحاجة الوحيدة اللي تقلقني يعني باقي الدار الداخلانية اللي ما ما تقلقش حتى كان تعمل كنت شايفي نهار ما ما تقلقكش اما متنجمش مع دار البرانية متنجمش خاطر اني كنسيق لبنية البركون هذي نعدي على نعدي على الدروج ونعمل نعمل لما القارج اما حمدولله البرح نقصت على روحي لميت القارج ولميت الدروج باش هيكا ابرك حتى البركون لميته كلا حظه باش كان هيكا فما اي وصخة ولا حاجة لميتها ما مجيش في الدروج بيرح بركة لميته اكا هو مهمتنا وفات وحمدولله يا رب القش علينا مع منا حتى شاي جعت الدنيا كنا نظيفة بطبيعة لني قصيت في المونتاج خليت الدنيا تشيح قبل ما دخل زرابي تليفوني طاح شارش كما تعرفوا يعني زوز فيديوات مصورتهم اه تقريب اربع سوية تصوير كهو تسكر بالشارش حطيت ويت شرجة شاحة الدنيا خملت الكوجينا بالطبيعة ما نحكي لكم مش على حالة الكوجينا على قد ما كنت استسهل لكوسوكسين استسهلوا على قد ما وليت نحسوا صعيب وتفشوا برشة ماش خضرت ويهبط برشة معناها منعش كيش نفصل لكم كملت الكوجينا وبعد فرشت الزرابي خاطر برشة دي ما هيكي نشوفهم في التعليقات قلولي ما يعني ما تفش الزرابي بعد المسحان ديريكت كهو الهنية اللي بنا تكملت بش ندخلك الدفاية نطوها وكهو المخدة دي كان بعد فقط ما رجعتها كهو نهز الدفاية نحط نطوها وخرج الهنية على البركون البركون الحق هو كان معبرا وكان متجمش توقف في كل شي هبطني هاللوطة وليتلوح يتلوح ولي خبيته في الدريسينك خبيته وقعد فما هيكي شوية تفش كانوا ملمومين عاد صغاري جابوا زيدا تفشهم ولو عبهم وكل شي قلت لكم راهوا اللي كوام تعصى لمحطوط لهني عاجبتهم القاعدة لهني عاد زيدوا دخلوا بعض ويقلت خليني اللمو اللوحة تفش الكل ونعمله تسيقه خاطر ما سيقناشي لما اللي فات لم يناه وكهو في بالي بش نسيقه اللي ما غير ما تسيقه زيد اللي بنتره هو داي اللي عالشيره روم ينضاف الجملة الحق نركز معه في الصيف خاطر الدرد محلولة اما في الشتيرة اني معاش ركز معه نعمله لما وندخل لكهو تقولش عليه شارع معنى تقولش عليه تابع شارع هو داي ريح شوية هيك فز ريح وعجيش هكهو عبيت الميه بش نعمل اه مياه ذاكه في شوية اه اه جافيل ودينول وكل حكيت بيه اكل البلايس اكل الاسقين في في القاعد وكملت عبيت الميه وكمل سيفته ترجمة نانسي قنقر وقد كملت الحمد لله يا ربي حاجه ورتيحت منها شنزت وكل قسمة اللي مسحت فيهم اللي عملت فيهم دخلتهم لداخل وجيت تولي الكوجينا قلت لكم اني خصلت لها معونها ونظفت الدنيا وكل فتفيت عاد الصغار كيفش يبدو وياكل وياكل ويفتفت عليش نحصل الكسكسي يعني حتى يبدو وياكل وياكل وياسر بي وتبدو الدنيا وكل كسكسي حتى الغاز وكل قبل كنت راني استسل وراني قبل كنت طيبه كل يوم ساعات كل يوم مصر كل يوم نهار بنهار وديما ديما الكسكسي موجود يعني طيب يمكن اربع مرات في الجمعة نحس روحي نستسل وتو يمكن خط العيلة كبرت ولا ما العرش حصيله كاو كملت لميت كمت عملت الكوجينا بعد ما لميتها بطبيعة وكاو بسليما بسليما اليوم ما عندي حاجة حلوة لقيته متاع المعجونة اللي عملته وكاو نعمل قيوة العشية وكاو ما عندي حتى شايفة العشية متاعي حاضر وزيت ماتتا بعثت لي آآ مقارونة جيرية عاملتها الماكلة عندي مشا الله فاضلة دخلتك الزربية اللي بنت هديك الزربية نظيفة مديتها فرشتها في كل وارك النهار وهي متاع الكوجينا او كبش حاطيتها في الكوجينا يعني في الشتي الحقي تبرز الدنيا نحب نحبها الكوجينا تبدو نفروشها شوية على اقل هذا ساعتك ندخل بليش شلاكة ولا نبدأ واقفة تحتك اللفابون نبدأ نخصف المعون نحب الزربية تحت تحت ساقية ما زلت الدنيا سخونة يعني ما زلت من شمت عشتي وربي تستروا كهو والله ربي ربي رحمنا رحمته كهو يعني شوفه نوفمبر اه بشيوفه ومعنا نصف نوفمبر تمنتاش نوفمبر واحنا احنا لدولة شتينا داخل علينا ديسمبر واحنا مازلنا حتى وكنه هيك برد وحمد الله يعني بل يكون مر الصيف اما مهوشك شتيشتي يعني اما اكيد اكيد بعد السخانة هدية اكيد مش يجيوا ايامات بيرديد لازم اكيد الايامات متاعشتي لازم منهم اما ان شاء الله يربي يرحمنا بمطيرة وكهو يعني اللي بنتكملت خرجت اه ما صيقتوش دي راسة وكاذا ظاهرة بلاصة المصيقة وظاهرة البلاصة لا بلاصة تحتها غبرة اما قلت زيد بشو نصيقه واحنا مليش بشو نقعد وفيه جملة لايامات هذية صبيت فيه شوية مية وكهو مية عندي اه مع والمية هكاي اللي شنو استعملت يعني اليوم في التسيقه في المسحان وكل خطر مع بيته ونان خاف له ريحته وكل تتبدل استغلت اني مسحت به الدار وركحت به الدنيا كله اليوم كهو نحيته تبشه اللي عندي بش هكاي اللي اخديته امس من اللي فريب لحيته وانشرت اللي تبشه جديد وكهو اللي عندي اللي بنتكملت والحمد لله يا ربي فرحة كبيرة والله حمد لله ربي كل شو الله كل واحدة ربي هيكا يعطيها الجهد والقوة وتقوم لدارها كل واحد ربي يعطينا على قد جهدنا وكهو محلها راحة ومحلها هيكا شعور يتكمل الدار لكل ما بعضها تحس ريحة تتفي وريحة انضافة محلها اني متغشة غايضتني كل اباجور متاعي ما عاش تشعل غايضتني علخة نحسها محلية تعملي جو مش عادي في الصالة ما نحبش الضو لبينت هضا ما نحبوش كهو دنيا رايضة شوفو حتى الكلوان نضاف ما راني مش ندهل اللبنات لي متى جايراني مش ندهنه ابيض اما مسالش خاطر بالحق ما عاش نطيقو فيوان زيت انضاف محلها بتنو منظيفة وعملت لها شوية ارفريش وكهو وجيت تاوي اللبنات مش نفطر تاوي ذكرت الفطور متاعي مع الانيم اذي الساعتين كيب اخدت لكم ما بدلت دبشي ما ركحت روحي لمدة ثلاثة افطرت حصيله بعد اصليت العصر وكهو هيكا نكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم اعجبكم على خير وبسلام ان شاء الله في فيديو اخر على خير اشتركوا في القناة